بسم الله الرحمن الرحيم الشاق الحرية محبي العدالة أيها المتظلعون لفجر مشرق مفعم بالحرية والنور والبهاء الرابع عشر من فبراير هو عنوان حريتكم هو اليوم الذي ارتبت فيه أرض البحرين بدماء الشهداء سقط أول شهيد في ذلك اليوم بعد أن خرج المجاهد المناضل الأستاذ عبدالوهاب حسين في المسيرة الأولى من تاريخ الثورة المباركة سقط الشهيد علي عبدالهادي مشابع فارتوت أرضه أوال بدمه الطاهر ذلك الارتواء أدى لبزوغ فجر الحرية فتطلعت إلى السماء أفئدة المحبين في كل مكان ونبتت شجرة باسقة ارتوت بدماء ذلك الشهيد ومن تلاه من الشهداء وعلى مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة ذهبتم جميعا إلى الميادين نزلتم إلى معترك المواجهة مع العدو الغاشم فكان كل منكم طودا شامخا تحديتم سلاحهم وقفتم بصوتكم وبخبضات أيديكم وهزمتم السجانين عذبوكم قتلوا منكم الأحرار ومزقوا أسهاد العديد منكم وأيضا كان لنسائكم الدور الكبير من المعاناة من القمع من التعذيب مع ذلك أين أنتم اليوم وأين هم أنتم سعدتم إلى الفضاء الشامخ سعدتم إلى ذروة الكبرياء وذروة المجد أما هم فقد سقطوا سقطوا في الحضيد العالم كله يطالبهم بتطبيق ما يسمى بالتوصيات وهم مخرجون شنقتموهم خلقتموهم حاصرتموهم في كل زاوية ففي كل قرية وفي كل مدينة أصوات الدعاء وأصوات الهتاف وأصوات الثورة ترتفع من كل زاوية فإذا بقوات مرتزقة تهربوا من بين أيديكم لأنكم مع الحق ومن كان مع الحق انتصر ومن كان مع الحق كان مع الله والله سبحانه وتعالى هو الناصر والمعين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين قرأتم هذه الآيات ورأيتم فيها أن النصر آت لا محالة وأما الطرف الآخر الطرف الذي غرته الدنيا واعتقد أن السلاح وحده يكفي لحسب المعركة فقد خسر وأي خسران ذلك الخسران الذي تكبده أولئك الطوات الجالسون والمتربعون على السادي الشهداء أي خسران ذلك إنهم خسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة أما أنتم فأنتم الرابحون أنتم الصامدون أنتم المرابطون على الثغور ففي يوم الرابع عشر من فبراير هذا العام حيث تمر الذكرى الثالثة لتلك الثورة المضفرة فستعنونها ثورة مجددة ثورة تنضح بالدم والعطاء والجهاد والتضحية والفداء ستخرجون جميعا إلى الميادين لتقولوا للعالم أن شوكة الطغاة تنكسر أما أنتم فليس أمامكم إلا الصمود وليس من شيمكم إلا الوفاء للشهداء ستفون بعهدكم لله ستفون بعهدكم للشهداء الأحرار الأخيار وأولهم عبدالهاديم شيمة وثانيهم فاضل المتروك وعلى خطاهما سارت المئات من الشهداء الذين لقوا الله فاحتضنتهم الملائكة واحتوتهم جنات الخلود إلى الأمام أيها الشباب إلى التضحية والفداء أمام الطغيان وأنتم تعلمون وتعلمنا من كربلا أن الدم ينتصر على السيف فدماءكم التي أهرقها الطغاة ستنتصر على سيوفهم وعلى جموعهم وعلى عددهم وعدتهم لأن الله معكم والحق معكم ولأن قلوب الأحرار في كل العالم تهفو للقياكم فلتكونوا كما عهدكم الشعب كما عهدتكم الإنسانية أحرارا فلتكونوا صامرين ولتكونوا من الثابتين على خطى الحق وخطى الإيمان وخطى الشهادة فذلك هو الطريق للنصر والنصر هو حريفكم وما النصر إلا من عند الله وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وفقكم الله للصمود والعطاء والثبات على خط الإسلام على خط الله على خط الشهداء على خط الثورة وخط العدالة فذلك هو خطكم الذي ارتضيتموه لأنفسكم منذ أن عرفتم قصة كربلاء وقصة الأحرار بعد ذلك فوفقكم الله ونصركم وأذل وأخزى أعداءكم إنه سميع مجيو الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته